تابع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باهتمام الحادث العارض الذي تعرضت له رحلة طيران الخليج من مملكة البحرين إلى دولة الكويت الشقيقة يوم أمس واطمأن سموه على سلامة المسافرين والطاقم الذين كانوا على متن الرحلة وشكر سموه حفظه الله طاقم الطائرة على ما قاموا به من إجراءات لتعامل مع هذا الحادث العارض وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما قدمته السلطات المختصة بدولة الكويت الشقيقة من إسناد ساهم في دعم جهود طاقم الطائرة بتجاوز هذا الحادث العارض دون أي خسارة بشرية ولله الحمد شاكرا سموه لدولة الكويت الشقيقة ما قامت به من جهود مقدرة لحفظ سلامة الركاب وتقديم كافة التسهيلات أمامهم